السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي تلاميدي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة اليوم سنشتغل على الصفحة رقم 20 من الكتاب المدرسي الفضاء نشاط العلمي للمستوى الرابع ابتدائي أحافظ على بيئتي بعنوان الدرس دينا هو أحافظ على بيئتي الهدف تعلمي من هذه الحصة هو أن أستنتج طرقا لمنع تلوث البيئة أو التقليل منه يعني نستخلصه ونستنتجه بعض الوسائل لمنع تلوث البيئة أو التقليل منه يعني إلا ما قدرناش نحاربه في مراغي نقلل من تلوث إذن ألاحظ وأتساءل البيئة هي الوسط الذي يحيط بجميع الكائنات الحية والاستمرار حياتي هذه الكائنات لا بد أن أحافظ على بيئتي من التلوث إلا أني لا أعرف كيف أحافظ عليها إذن البيئة هي الوسط دينا اللي كنعيش فيه ويعيش فيه جميع الكائنات الحية والاستمرار حيات هذه الكائنات خصت البيئة تكون سليمة يعني لضمان حياة سليمة للكائنات الحية على فوق كوكب الأرض يعني البيئة دي نحس كن نظيفة وخالية من التلوث لاستمرار حياة كائنات بيئة إلا أني لا أعرف كيف أحافظ عليها إذن شنو التساؤل الذي نطرحه كيف أحافظ على بيئتي كيف أحافظ على بيئتي لاستمرار حياة الكائنات الحية كلها إذن التساؤل الذي نطرحه هو كيف أحافظ على بيئتي كيف أحافظ على بيئتي من بين الافتراضات أحافظ على بيئتي بعدم تلوث المياه والهواء مثلا وبالمساهمة في غرس الأشجار والاقتصاد في استهلاك الماء إذن هذه بعض مش كل يعني الطرق يعني للحافظ على البيئة من بعض الطرق إذن عادي نتعرف على كيف أحافظ على بيئتي من خلال الدرس اللي غنشوفه اليوم إذن أفكر ثم أنجز أذكر المكونات الطبيعية للبيئة في منطقتي إذن المكونات اللي كتكون المكونات الطبيعية للبيئة في منطقتي مثلا قد ندير الجبال يعني الطبيعة أونجنغة الجبال التربة الماء وأيضا البيئة فيها كائنات حية يعني من حيوانات ومن إنسان كائنات حية إذن قدروا نزيد هواء إذن هذه كلها مكونات طبيعية للبيئة جبال التربة الماء كائنات حية وهواء إذن النشاط الثاني تمثلوا الصور بعض الطرق لمنع التلويت أو التقليل منه إذن هذه الصور هذه تمثلنا بعض الطرق لمنع التلويت أو التقليل منه يعني نقلل من تلويت البيئة مثلا هنا الصورة رقم 2 ماذا تمثل هذه المروحيات هي تستعمل في إنتاج الطاقة الكهربائية وهذه الطاقة هذه تسمى بالطاقة الريحية اسمتهم الزيوليين هي الطاقة الريحية وهي طاقة نظيفة ولا تلوث البيئة طاقة متجددة نظيفة إذن الصورة الثالثة تمثل بعض الأطفال أو بعض الأشخاص بماذا يقومون يقومون بغرس بعض الأشجار ببعض الأشجار وهذه الطريقة تسمى بعملية التشجير يعني غرس الأشجار لمحاربة جراف التربة إذن الصورة الموالية تمثل حيوان الفيل وهو في محمية طبيعية إذن المحمية هو تخصيص واحد المكان كي يكون مخصص لحماية بعض يعني من الاسم ديالها يدل على دورها محميات يعني تساهم في حماية بعض أنواح الحيوانات من الإنقراض يعني كتوفر لهم واحد الوسط ملائم للعيش وتحميهم من الصيد الجائر ومن يعني وكتحافظ على استمرار النسل للحيوانات هذه وتحميهم من الإنقراض إذن الصورة الخامسة تمثل يعني أشخاص يقومون بجمع القمامة ووضعها في أكياس إذن جمع الأزبال ووضعها في القمامة إذن الصورة السادسة تمثل قفة وهذه القفة تستعمل كبديل يعني أثناء التسوق كبديل لأكياس البلاستيكي لأن الأكياس البلاستيكية تضر بالبيئة ويعني لا تتحلل يعني تستغرق وقت طويل للتحلل والذلك تسبب خطرا على البيئة الصورة السابعة تمثل الطاقة الشمسية الانيرجي صولير دونك الانيرجي صولير مع الانيرجي ايوليان دو سسون دوز انيرجي غونوفلابل دونك طاقات متجددة نظيفة يعني تساهم في في الحد أو التقليل من من تلوث البيئة إذن الصورة الثامنة تمثل يعني أحواد لمعالجة المياه العادمة إذن هناك كالتعادل يعني التصفي أو المعالجة دي لتكلمية المستعملة المياه العادمة غير صالحة وكتعادل تعالج وتصبح صالحة للاستعمال وهذا يعني كالطريقة للاقتصاد في استهلاك المياه وهنا نلاحظ حديقة أو مساحات خضراء يعني مساحات الخضراء هي أيضا يعني تساهم في الحفاظ على البيئة يعني دور مساحات الخضراء هو يعني تنقية وتصفية وتلطيف الهواء إذن كما نعرف الأشجار تمتص ثناء أكسي الكربون وتطرح ثناء الأكسيجين وتقوم بامتصاص ديك الغازات وديك الهواء الملوث إذن استخلص أبني خلاصة لدرسي باستعمال كلمات التالية محميات التلوث معالجة والبديلة إذن من أجل التقليل أو الحد منه من ماذا؟ من التلوث كما قلنا من التلوث يقوم الإنسان باستعمال الطاقات كما شفنا هنا في الصور طاقات البديلة طاقات البديلة كالطاقة الشمسية والمياه العادمة كما شفنا هنا معالجة المياه العادمة نستعملوا كلمة معالجة ومعالجة المياه العادمة والتشجير كما شفنا هنا في الصورة وإحداث محميات الحمايات الحيوانات المهددة بالإنقراض ومساحات خضراء لتلطيف الهواء وتصفيته إذن أستثمر للحفاظ على بيئتنا أكتبوا أمام كل جملة أقوم به أو لا أقوم به إذن أستعمل القفة بدل الأكيس بلاستيكية كما قلنا هنا في الصورة رقم 6 نعم أقوم به يعني نعوض الأكيس بلاستيكية بالقفة إذن أقوم به هذا سلوك جيد ويعني يقلل من تلوث البيئة أرمي القمامة تجانب حاوية الأزبال يعني تكون لاب بوبين ونضع الأزبال في الحاوية نضع طمغة إحداثها لا أقوم به إذن يجب وضع القمامة داخل حاوية الأزبال إذن لا أقوم به أساهم في غرس أشجار في مدرستي نعم أقوم به إذن قلنا عملية التشجير فهي ضرورية ومفيدة للبيئة والحدي منها أو التقليل من التلوث أترك نفاية على الشاطئ لا أقوم به إذن منسا نجمع ذلك النفاية اللي خلفتهم من مرايا ونوضعهم في يعني في كيس ونوضعهم في حاوية الأزبال ما نخليهم مشا على الشاطئ لا أقوم به إذن مره هنا جسيت برقوة جو بوغم بلاستيك يعني باش نقدروا نعودوا الأكيس بلاستيكية جو بل رمبلاسي بل رمبلاسي بل رمبلاسي يعني بوحد القفا دعكو أو بيان جو بل رمبلاسي بل رمبلاسي بل رمبلاسي بل رمبلاسي عفتوهم ديك الأكيس الوراقية حتى دوك يعني كي سهموا في الحد من التلوث والحفاظ على البيئة Mango بے لينتروا بقوة 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 يقولو ع encontra بقوة جزيزية كل ديكوة يمكنك وضع ألقاءه من مكان أو ألقاء مع مكاني أو يمكنك وضعه من مكاني كما تعمل الى النقاط